وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة حوافز وفقا للضوابة التي يقرها مجلس الوزراء تضمنت الحزمة الإعفاء من كافة أنواع الضرائب عدى ضريبة القيمة المضافة حتى خمس سنوات للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية بهدف تعميق الصناعات الوطنية ويصدر مجلس الوزراء قرارا تفصيليا بتعريف هذه الصناعات بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقا لحجمها في مدة أقصى ثلاث سنوات كما ضمت الحزمة إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدود من هذه الصناعات بشرط تحقيقها مستهدفات محددة وذلك وفقا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابة التي يحددها مجلس الوزراء وتشمل حزمة الحوافز إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50% بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له إضافة إلى التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلية ترجمة نانسي قنقر